بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان وحلقة جديدة من زمالكاوي طبعا الأول ضيوفي النهاردة هيكون معايا الإعلامي الكبير في الفقرة الأولى الأستاذ طارق ردوان والفقرة الثانية هيكون معايا حاوي الكرة المصرية يعني الجديد عندنا حاوي قديم كابتن حمال عباطيف لا الحاوي النهاردة هو محمود عبد الحكيم كابتن محمود عبد الحكيم طبعا الفقرة الفنية أو التحليل الفني لمباراة الأمس مع منتخب مصر وأمور كثيرة جدا هتحور مع كابتن محمود عبد الحكيم في البداية بقول مبروك ألف مبروك لمنتخبنا والشعب المصري والقيادة السياسية سيدة الرئيس على الفوز بهذه المباراة هناك تباين في الأراء أنا كنت موجود في الملعب أولا طبعا الشكر كل الشكر لاتحاد الكرة لدعوته الكريمة لنجوم الكرة في مصر لحضور هذه المباراة يعني بنقول كويس أنهم افتكرونا يعني وحاجة جميلة طبعا بشكر كل الرئيس اتحاد سيد جمال علام وكل أعضاء اتحاد الكرة الحقيقة على هذه اللافتة الكريمة وأشكركم شكرا جزيلا أنا كنت موجود في الملعب والحقيقة برضو قبل ما أتكلم معلش على موجود في الملعب لازم أوجه تحية للمتحدة للخدمات الإعلامية لأن التغطية أنا مكنش عايز أنزم البيت يعني أنا الحقيقة لما شفت طبعا قناة أونس بورت وكل القائمين عليها وكل الشغالين فيها الحقيقة أنا شفت متابعة لمباراة وكأني بتفرج على كاس عالم كأني بتفرج على بانوراما بتفرج على حاجة حلوة الإخراج والمرسلات والمرسلين اللي كانوا منتشرين حتى في دكار يعني أنا شفت أعتقد جنينة مهر جنينة كان في دكار ومن السنغال يعني هناك والفندق بقى والملعب والحقيقة كنت قاعد مبسوط أن احنا هي دي مصر وهما دول ولاد مصر اللي بيشتغلوا بحب وبيشتغلوا بتفاني وبيشتغلوا بخلاص وفنيات عالية جدا سواء مصورين أو كاميرات أو بخرجين أو منظمين أو رأس كل المنظومة الإعلامية الحقيقة في قنوات أونس بورت بحييكوا تحية خاصة من برنامج زمال كاوي ومني أنا شخصيا ومن كل العاملين في قناة الزمال لأن اللي تعامل مبارح كان فعلا فخر لنا جميعا أنا مكنتش عايزة انزم بيت زي بقول لكم كنت عايزة اعطف راجة في زيون بس طبعا كان عندي دعوة ماينفعش ان انا اتأخر عنها وخاصة ان ما كانش عندي حاجة يعني فروحت المباراة الطريق هنزل واسيب الجمال والحلاوة اللي أنا شفتها في الساعتين ثلاثة اللي أنا عاتون في البيت قبل منزل للمباراة في استاد القاهرة فطبعا كل التحية للمتحدة للخدمات الإعلامية وكل القائمين عليها وكل اللي عابلين فيها الحقيقة حاجة محترمة جدا 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 بنشكركم جدا جدا استمتعت بساعتين ثلاثة قبل منزل البيت طبعا الباقي استمتعت طبعا بكل اللي حصل فيما بعد في قناة أونسبورت